كبيرة من الأوراق وأغطية المشروبات الغازية ومخلفات من القمش صورة عادية نراها يوميا في كل مكان لكن الأمر الغير عادية هو أن وراء هذه الصورة جمال استحق بالفعل أن يخرج إلى النور هنا في حي الزبالين بالمقتم وبالتحديد في جمعية حماية البيئة تدخل هذه المخلفات إلى مصنع الابتكار والابداع لتخرج على أيدي عاملات مهرة منتجات ذو جودة عالية يجين الورق من مدارس ومكاتب وشركات أنا بقى عمل مجموعة فارز بشيل منه الدبابيس والسوليتيب والحاجات الصلبة وبعد كده بربطه بجهزه للشغل بعد ما بجوزينه عشان أفرومه عشان المكناة بتشيل سبعة كيلو بعد ما بجوزينه بفرومه وبعد كده بيطلع على المكناة بقى من لنصها مية لأول طرف السككين وبشغلها لمدة التلت ساعة ينزله في بنيو بيروح على خط الانتاج يشتغل بالقالب يطلع للشغل بقى اللي هيتشكل أظروف كياس علب بديب العاجل من المكناة وبحط وبزود علي موية وبعبي وبجلب زي ما انت شفت كده بس المجموعة بتبقى من ثلاث بنات واحدة بتغطي واحدة بتعبي واحدة بتجلب بنعمل بينه كروتة وبنعمل منه وحاجات حلوة في المعرض ده ده الشكل النهاء المجلس الكبير وده المجلس الصغير في بقى حاجات تانية مختلفة بنعملها بس مش من الورق بنجيبه الغطيان بتاعت الكنزات بنجمحهم هم بيكونوا نضوف برضو ما بيكونوش لسه وصلوا للزبالة بناخدهم وبنعمل منهم شونط هدايا شونط صهراء يعني مش شونط عادية وهي بتاخد وقت طبعا معنا طويل ممكن نعمل منها الفد ممكن نعمل منها الدهب لو جمعنا برضو كمية من الدهب بنعمل شونطة دهب في الدهب بخيط هو مدير العلاقات العامة للجمعية يشرف على جميع خطوات تصنيع المنتج يصعد للدور الثاني ليبهرنا بمعرض المنتجات للسجاد والمفروشات المنزلية دي بواقع مصانع نظيفة من القماش علشان نعمل منها الانتاج اللي حوالينا ده وعادة تدوير الورق بتراية أدوية وكان هدفه التعليم وزيادة الدخل البنت والسيدة وتعليمها وتنميتها تنمية شاملة من كل النواحي بقيا وصحيا واجتماعيا وازاي تربي أولادها طبعا الجمعية نجحت في دوت ومجموعة المتطوعات دول جميع يساعدونا ويمكن هم سر نجاح الجمعية واستمرارها لغاية دلوقتي وبدأوا البنات برضو هما نفسهم يبقوا مبتكرات في نفس الوقت وبدأ شغلنا يتبعف مش بس في مصر في أماكن كتير في العالم منها أمريكا وكندا أكتر مكانين فيه ناس بتساعدنا يوزعون لنا شغل هناك بيبقلنا بنصدلهم كتير طبعا الجمعية لها أفرع تانية في الأطمية وتورا هرام سيتي جنوب سينة أماكن تانية وتقوم الجمعية بتدريب العديد من السيدات لجمع القمامة وتصنيع المنتجات ووفقا لتقارير منظمات دولية فإن معدل إعادة تدوير القمامة في حي المقطم تجاوز أربع أضعاف الشركات التقليدية لإدارة النفايات محمد الخطيب اللي مرسلوا النيل